تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف تعيش المساجد والزوايا في العاصمة الاقتصادية هذه الليالي على وقع مجالس الابتهالات والمدائح النبوية الشريفة احتفاء بهذه الذكرى العظيمة وحياء لها في صدور رواد المساجد وهذه الحلق وتشهد هذه المجالس اقبالا متزايدا من سكان المدينة رغبة في حضور المحاضرات ودروس السيرة والشمائل النبوية للنهل من معينها الزلال والاخذ بعبرها العطرة التي تربى عليها الصحابة الكرام وشكل الطريق مضيئا لهديه صلى الله عليه وسلم هذه الذكاء العظيمة العطرة التي تجعلنا نعيش ذلك الزمن الذهبي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلما جاءت هذه الذكرى نتذكر هذه ذكت تلك الأيام ذلك الزمن المبارك قال تعالى وذكرهم بأيام الله وأعظم النعم نعمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن مدح النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وكذلك نتحدث عن الشمائله ونتحدث عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ينبقي أن نربي أنفسنا أولا وأولادنا ومجتمعنا على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك لا يكون ذلك إلا بتعلم أخلاقي لأنه لا يمكن النسي على أخلاقي ونحن نجلوها وهذه الدروس الحمد لله استفادة من الكثيرون ودأب القائمون على هذه المجالس على تنظيمها كل ليلة طيلة شهر المولد النبوي الشريف يتم خلالها تدارس السيرة النبوية وتقديم المدائح والابتهالات ونحن في خضم احتفالات ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن بدايته إلى نهايته كل ليلة نخصص فيها سحرة مديحية بالامتياز نقرأ فيها سنته وسيرته وهديه كي نعلم ذلك ونتبئه إن شاء الله بحوله وأنه وكرمه نحن بدورنا ننقل هذه السيرة وهذه الخطى إلى من يلوننا إن شاء الله في المستقبل مناسبة تنصهر فيها مختلف التوجهات ينظمها طريق واحد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسرته الكريمة وابتهاجا وإحياءا لذكرى مولده في قلوب المسلمين محمد أمين الهادي قناة الموريتانية مدينة وذيبو